أصدر رئيس مجلس إدارة اللجلة الأولمبية العربية السعودية تركيا للشيخ قرارات بتعيين رؤساء لعدة اتحادات وجاءت القرارات التي شملت ستة اتحادات على النحو التالي تعيين الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز رئيسا للاتحاد السعودي للغوص وتعيين الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود رئيسا للاتحاد السعودي للتسلق وتعين الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيسا للاتحاد السعودي للكروسفيت وتعين محمد بن سامي بن فايز رئيسا للاتحاد السعودي لقوسيتو وتعين عبد العزيز بن أحمد بعشان رئيسا للاتحاد السعودي للملاحة الشرعية وتعين عبد العزيز بن أسامة الجليدان رئيسا للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع